مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة الهامة لكل أشياء دوري أبطال أوروبا يمكن إمبارح ليفربول عمل كل حاجة في المعلعب ذاكر وحل لكن للأسف ما نجحش لعب ليفربول وفاز الريال ويعني يبدو كده زي ما بيقال أن البطولة بتحب الريال مدريدة ده يعني حال مبارات مبارح في نهاية دوري أبطال أوروبا اللي تم فيها تدويج الريال بلقب دوري الأبطال للمرة الـ 14 في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 1-0 على ليفربول الإنجليزي خلال المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب دي فرانس في نهاية دوري أبطال أوروبا يمكن شارك في المباراة النجم المصري محمد صلاح اللي كان أداءه أداء رائع أداء تاريخي أداء استثنائي بشهادة كل المحللين والمتابعين لكرة القدم لكن المتش وتفاصيل اللي حصل فيه وتحليله هو ده اللي احنا هنعرفه النهاردة من خلال الأستاذ إهاب الجنيدي الناقد الرياضي اللي مشرفنا في الستوديو في صباح الخير صباح الخير يا سؤالي صباح النور تهاتي ليك يا أحمد وتهاتي السعيدين أنا معكم النهاردة نحن نسع أداء بحضر سعيدين يمكن كورتيواء كان هو البطل الحقيقي مبارح فيه مباراة الأمس ويصد أكتر من 27 هجم اللي بربول اللي كان عامل بصراحة أداء تاريخي لكن للأسف لغة كرة القدم ما بتعرفش الاستعراض يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد عاوز تشوف عرضة أو تشوف استعراض تفرج عليه في المسرح أو تفرج عليه في السينما لكن ما تتفرجش عليه في ملعب كرة القدم التاريخي اللي بيعرفوا فيها الألقاب والبطولات شايف بزي مبارح طبعا فريق ريال مدريد ده فعلا تجسيد لفريق بطولة لازم نقتنع تماما إن في حاجة في العالم في العالم كله في الكورة بنقولها لما بنقول هنا النادي الأهلي فريق بطولة أو فريق بطولة ممكن بتلعب في أفريقيا بنشوف ما تشك كتير بتلاقي إن النادي الأهلي مضغوط والفرق ضغطها والفرق عمالها تعمل هجمات عليه وسبحان عام بطولة في الآخر أهلي بيكسب أهلي بيكسب ليه؟ في معايير اللي فريق البطولة لازم نتكلم عليها مع كامل التقدير طبعا لفريق ليفربول مبارح فريق ريال مدريد فريق بيعرف يلعب على البطولة وبيعرف يكسب البطولة وعنده الثقة اللي ياخد بها البطولة لعبته شفنا المتش من أوله طبعا في عوامل كتير لازم نتكلم عليها كورتوا رقم واحد زي ما انت قلت كورتوا حارس أسطوري النهاردة كورتوا حديث وسائل الأعلام العالمية تقريبا كلها في إنجلترا وفي إيطاليا وفي أسبانيا كل الصحف نازلة بتشيد بعض الصحف وصفا يعني هو لقبه الشهير للأختبوت أختبوت تمن أزوع لأ هم وصفين النهاردة وفيه كورتين تحديدا كورة صباح وكورة ساديوماني يعني استحالة لهم ما يجيش جون يعني تحسن لهم الحظ وفيه شوية تلق بالزبط معا كمان بسيكة وصلاح حياة صلاح عمل يعني عمل جيمة عالي جدا جدا بلغة الكورة أنا ممكن رقم بس أقوله لك أن صلاح لأول أول لعب من 2003-2004 في البطولة يسدد ست تزديدات على المرمى في مباراة بنهائي دوري أبطال أوروبا مفيش نهائي قبل كده جي لاعب فيه سدد ست تزديدات على المرمى محمد صلاح عملها من 2003 البطولة ما شاهدتش الرقم ده هو أختبوت ماشي خلص فين السر بقى يعني يعني الفرقة الثانية ريال مدريد اليقى البدنية أعلى فين حصل إيه يعني يعني عايزي أنا برحكت بالسرعة على مباراة فعلا شايفة ضغط من الفرقتين فرقتين بلعبوا كويس قوي لكن فيه يعني استحواز من ريال مدريد لحد ما يعني فيه أو فيه سيطرة شوية من ريال مدريد ده سببه إيه هو فيه ثقة زيادة يعني فيه ثقة في المرعب ثقة أن أنت راجل هتعرف تكسب يعني الاستحواز الكامل في المباراة من أول مباراة الأخيرة فريق ليفر بول فريق ليفر بول ضغط الملعب كله حاطت ريال مدريد في نص ملعبه معظم أوقات المباراة ولكن كل هجمة يمسكها ريال مدريد كنا بنشوف إزاي ريال مدريد في ثلاث لمسات بيروح للمرمى وكل هجمة ليه بتمثل خطورة عنده اتنين قدام هم الصناعي الأفضل في العالم وأوروبا الموسم ده فينسر جونيور وكريم بنزيمة اللي اتنين عاملين تقريبا مع بعض 65 هدف الموسم ده ده رقم كبير جدا مع بعض ما بين يسجل هدف أو أسست اللي اتنين مع بعض فهم الصناعي الأكثر تفاهما في العالم حاليا يعني مبارح كانت في ريال مدريد تقدر يتقولي أنهما كورتوة وجزء كبير جدا من الحظ وكريم بنزيمة وفونيسيوس يمكن ده كان الثلاثي الرائع اللي قدر اللي هو يغير معطيات المباراة لكن برضو ما ننكرش أن أنشلوتي كان ليه دور تيكتيكي كده قدر خلال الشوط التاني تحديدا ومن خلال تغيير اللي هو يغير كل المعطيات اللي موجودة هل هو قدر يقرى المباراة للدرجة دي؟ طبعا قال له أنشلوتي أو الدون قال له أنشلوتي الشهير أعظم مدرب في العالم بالأرقام انت بتدلوش لقب كده خلاص هو بالأرقام حاليا أعظم مدرب في العالم السنة الموسم ده خلى نفسه على القمة بالأرقام اللي عملها قال له أنشلوتي هو المدرب الوحيد في العالم أو الخمس دوريات الكبرى في العالم الوحيد اللي عملها بعدما السنة دي خد الدوري مع الأسباني مع فرقة ريال مادريد بقى دلوقتي حققه يا الخمس دوريات الكبرى وده مفيش مدرب سهل أو يعملها خد دور الإنجليزي دور الأسباني دور إيطالي دور فرنسي دور الألماني خلال تاريخه فحققه يا الخمس دوريات الكبرى جي مبارح خد الدور الأبطال الرابع ليه في تاريخه فأصبح أول مدرب في العالم يكسب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مبارح قال له عن شلوت قرأ المبارأ بشكل جاي جدا جدا وقدر يسد على زي ما بنقول كده الطرق اللي كلها اللي ممكن لعيب قوي جدا ولعيب فرنسي متميز في وجه صلاح وقفله وخلى فينيسيوس معاه فينيسيوس بيرجع على طول مع ميندي قديس دارة قدام صلاحي الناحية الثانية حط كرفخال وماء وفيدي فالفيردي قدام سادي ومانيه قدي قفل على الاتنين دول الجناحين اللي هما أساسا الرئتين اللي بيحركوا فرقة ليفربول في كل المباريات الموسم ده هو مانيه وصلاح قفل عليهم باتنين هنا واتنين هنا قفل الفرقة تماما وفي نص الملعب حط الاتنين بتوع في النص الدفاعي وراء أو البني الدفاع ألابا وإيدير ميليتاو كانوا اتنين متميزين جدا وحطوا قدامهم سطارة في نص الملعب يعني هو قفل باللغة إيطاليان أو الكاتتشينو هو مبارح عمل الكاتتشينو الدفاعي الكامل قدام فرقة ليفربول ليه؟ لأنه معروف من قبل المباراة أنه لو ريال مدريد فتح مع فرقة ليفربول مش هعرف يعمل حاجة في المباراة اللي كانوا بيلعبوا بنفس الخطة 4-3-3 4-3-3 ولكن هي شوية متحورة شوية عندي ريال مدريد اللي عملها كالله عن شلوتي لأربعة نقدر نقول أربعة أربعة أتنين ودي قلبها ليلة جدا في المباراة كان قصد يرعب على الهجمة المرتدة ويسيب الاستحواز بالزبط كده سايب هو عمل النقطة دي هو خلى فرقة ليفربول مسك الكرة يمسكه الكرة بس ساعة ما بتقرب عندي نقطة الخطر بتاعتها وعندي خلاص الجوم بتاعي لا في ستائر من ستارة واحدة عملها دفاعية واربعة وفي نفس الوقت كنا اللي بنشوفه ده هي ده اللي عجبني أوف كالله عن شلوتي مباراة كمان السقة الكبيرة جدا اللي بينقل بيها لعيبة ريال مدريد الكرة يعني أنا مباراة بشوف المتش كريم بنزيمة فعلا كان عنده سقة دريبة المتش مع أصدقائي بشوفهم مباراة وقال لهم فرقة في الدفاع بالشكل ده بتحرك الكرة بالشكل ده يعني بيقطع الكرة في الدفاع ما فيش تشتيت زي ما بنشوف هنا في الدور المصري ولا طوح طوح الكرة بعيد ولا الكلام ده لا الكرة بتسقطها اه خالص ويباصي لزميله وورا وبيباصي بهدوء ويرجع للجون وكرة يستلمها تاني وفي هجمتين الهجم المرتدة دي اللي احنا قلنا عليها بقى في كرتين بالزبط هنا وهنا تلت لمسات كان بيروح عند جون أليسون بيكر حارس ليفربولو بيشكل خطورة فهو انبارح قال له أن شلوتي أنا شايف تفوق تماما تماما على يورجين كلوب رغم السيطرة بتاعت يورجين كلوب واللي ما حلفوش الحظ هو يورجين كلوب بلعب انه يجيب جون يجيب جون يضغط فهيضطر ريال مدريد يفتح ولو فتح ريال مدريد معه كان ليفربول هيجيب كتير صحيح يمكن انبارح بعد المباراة والتحريص اللي أنا أتفرج على الاستوديات التحليلية عشان أعرف الأرقام بقى الخاصة بالاستحواز وعدد التسجيل كل الأرقام والمؤطيات بتقول يا هاب ان عندك 23 مثلا تسديد ليفربول في حين كان فيه ثلاثة فقط للريال كان فيه 72 هجمة في حين 24 للريال ورغم كل الأرقام دي قدر انشالوت اللي هو يصنع فارق زي ما قلنا بقيادة بنزيمة طبعا لكن اللي كان نقطة فاصلة بالنسبة للرقم ده وقفت بالنسبة له كده تنحت 225 كيلو متر مجموعة جاري اللي عايبة في الملعب هل السر في اليقاء البدنية هل منتكلم على زي من هنا الاسكندرية كده راح وجاري بص لازم تحط في دماغك ان احنا مش الكرة اللي عندنا خالص دي كرة تانية 25 كيلو متراني 25 كيلو اسكندرية ما فيهش كلامي دي كرة تانية مش اللي بنشوفها خالص في الدور المصري ولا في الدوريات الافريقية معظمة يعني تبتكلم عن فريقين كوكبة من نجوم العالم تقريبا الفريقتين فيهم التلات لعيبة اللي بيتنفسوا على الكرة الزهبية الموسم ده سادي ومانيه وصلاح طبعا ابنينا في الليفربول الناحة التانية يا كريم بن زيمة دول التلاتة الابرس حاليا في الموسم ده من الفيفا والوايفا انهم ينفسوا على الكرة الزهبية كلم عن فريق ملانين بالنجوم فريق بيشتغل الفرق دي كلها يا احمد فيها ناس شغل بدني بيبقى فريق تدريبي مش مويد بدني ساعدا فيه تيم كامل بدني بيعد الفرق دي الفرق دي هم بيلعبوا المباراة وعارفين انهم ممكن يروحوا الوقت اضافي وبعد اضافي ضربات جزاء فبتلاقي ان بداية ما بتحسش ان فيه اختلاف خالص وانت بتتفرج من المناسبة للرقم ده الناس مش بيبص على المكسب بس بيبص على ما بعد المكسب تتكلم عن الكرة الزهبية كرة الزهبية النهاردة المعطيات كلها اتغيرت اعتقد ما بس صلاح هو الاقرب ليها دلوقتي بعد موتش الرئيب لا صلاح ابتعد خلاص مازال لا ابتعد ابتعد بنسبة كبيرة كمان ابتعد امبارح انا كان جمعا يلقاء مع النجم الكبير توتي وهو موجود كان موجود في مصر وعملت معه حوار التصحفي يعني فهو قال ان الكرة الزهبية في النهائي النهاردة موجودة بين صلاح وبين كريم بن زيمة الفائز هو اللي هياخد الكرة الزهبية هو مش هيكتر يعني ده نجم كبير جدا واسطورة من اساطير اللي أنا في كرة القدم توتي طبعا قال انه انا النسبة كبيرة اللي هيكسب المبارادي هو اللي هياخد الكرة الزهبية كل الارقام السنة دي بتقول ان كريم بن زيمة بيقدم موسم اكيد متابعينه يعني موسم خرافي انا كلاعب كري قدم بشوف الارقام السنة دي كريم بن زيمة هدف الدوري الليجة الاسبانية وده مش سهل دوري صعب 27 هدف هدف دوري ابطال اوروبا 15 هدف طب نحط الارقام النحاء التانية صلاح 23 دوري و8 دوري ابطال في فرق يعني هو جاب ضعف اهدافه في دوري ابطال لان برضو التعديلات اللي حصلت في الكرة الزهبية من فرنس في فوتبول والتعديلات الاخيرة اللي ادخلوها اني دلوقتي بقى بيبصوا للجانب الفردي بجانب البطولات يعني البطولات بتحطى اوكي بس اوريدي بقى بيبصوا جانب فردي حتى الارقام الفردية السنة دي بنسبة كبيرة جدا متفوق فيها كريم بن زيمة طيب نخش للالقاب محمد صلاح خد كأس كرباو وكأس التحالي الانجليزي كأس الرابطة وكأس الاتحاد ده خدهم السنة دي في النهاية اسمهم زي بنقول كده البطولة في اي دولة بيقولوا بطولة كاس البطولة التانية وفي بعض الدولة البطولة التالتة ده اللي عمله انما الناحية تانية انا واخد دوري واخد دوري ابطال واخد اهم بطولتين في العالم دوري دوري ابطال بجانب نجاحاته الكبيرة طبعا مع المنتخب الفرنسي كريم بن زيمة بعد عودته للمنتخب صلاح حتى على الصعيد الدولي السنة دي برضو مش هتخدمه طبعا ما وصلناش كاس عالم وخسرنا بطولة افريقيا في النهائي فكل المعطيات الحقيقة حاليا بقيت خلاص في صالح كريم بن زيمة النجم الابرز طبعا ميسي بعيد طبعا كريستانو رونالدو بعيد خلاص الخريطة القروية تغيرت بشكل كبير جدا بعد سنوات كبيرة من سيطرة ميسي ورونالدو على العالم وعلى القاب العالم كانت المفاجأة كمان ان مبارح لقينا ناس كتير قوي فهم لست بيشجعه وبيشجعه ريال مدريد يعني انا من الناس اللي بشجع ليفر بول عشان طبعا دعما لمحمد صلاح فلاقينا مبارح انه في الفرقتين الكتير منهم بيشجعهم طيب يعني ليفر بول زي ما حالك قلت خسر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال فقل من أسبوع هل ده يأثر عليه في الموسم الجاي؟ لا طبعا لان فيه فترة أداك كبيرة وحتى تصريحات كلوب مبارح لو شفناها يعني فيه برضو الناس دي بتشتغل بخطة بتشتغل ببنامج هو ممكن نقول ان خسارة الدوري الإنجليزي أثرت عليهم في النهائي صحي دي نقطة ممكن نقف عندها كتير ونتكلم فيها ان في أسبوع واحد انت خسرت وخسرت خسارة زي ما بيقوله دراماتيكية شوية فرق نقطة الدوري حقبتولها صعبة جدا في العالم كله سيبك من تصرحات كلوب لان اي يعني خصم ولو مهزوم كمان تحديدا هيكون تصرحاته كلها تصرحات تبريرية لكن انت كمحلل لكرة القدم شايف ازاي تقييمك ليه كلوب في الفترة الحالية؟ كلوب ومدارب جايت جدا جايت جدا يعني ما تدروش جايت لا مدارب جايت جدا صنع فرقة ليفربول هنقدرش نقول ان في كام سنة اللي فاتوا ليفربول كان احد اعرق الفرق في العالم دي ما فاش كلام تمانينات وتسعينات والكلام ده وبعدين اختفى مات خالص ليفربول الى ان جاء يورجون كلوب عادي الفريق من جديد احيا الفريق رجع فرقة عملاقة في العالم اسمها ليفربول تاني للاضواء عينه حلوة في اللعيبة بيعرف في طال اللعيبة انا عايز محمد صلاح ما بيجيبش لعيبه خلاص عايز ابراهيمة كانوتيه اللي هو مبرح يعني اللعيب الوحيد من ليفربول اللي موجود في اختيارات افضل لعب في نهاية دورة ابطال اوروبا المدافع ابراهيمة كانوتيه اللي هو ما كانش اساسي الفترة من بداية الموسم يعني كانوا او الفترة اللي فاتت سنين فاتهم بيلعبه بجوه المتيب وفندايك لأ خلاص هو اخد مكان جول متيب وبقى اساسي جنب فندايك فيورجن كولوب مدرب عنده خبرة عنده مشروع الفترة اللي فاتت جدد مع ليفربول زي ما احنا عارفين من قبل البطولة بحوالي ثلاث اسابيع اللي فات وجدد عقده مع ليفربول فهو مستمر مع النادي لسه لغاية عشرين ستة وعشرين ده دل ان الراجل وقدارت النادي فيه ثقة فيه وفيه ثقة في خطته الفترة اللي جاية وفي رؤيته للمرحلة الجاية انا بقف عندي تصريحاته مش تبرير قدي تصريح قاله مبارح قالي النهائي الجاي هو قفل الحوار بكده يعني حاجة ساخرة بس جميلة شوية بيقولي النهائي الجاي فين قاله في اسطنبول قال طبعه يحجزوننا فندق من دلوقتي يعني بيراه اه ثقة ان انا هوصل نهائي دورة ابطال اوروبا تاني طب ما احنا شوفنا معلش التصريحات الخاصة بالنجم العالمي لانه فعلا عالمي محمد صلاح تماما ويمكن البعض وصف التصريحات دي بعد المباراة تحديدا بالمقامرة الخطيرة لانه شايف ان هي كانت سبب من اسباب تعالية الجيم تعالية المباراة ولولا التصريحات دي ما كانش هيبقى فيه زي حالة ندية ما بين صلاح وما بين بنزيمة شايف ده ازاي مبدايا لا اتفق تماما تماما مع اللي قاله صلاح قبل المباراة يعني بعض الناس قد تكون متفق معا انا مش متفق معا تماما صلاح انت حملت نفسك زي ما بيقوله بالمصر عندها انت شايلت نفسك الليلة صحيح انت خسرت خلاص شايلت نفسك الليلة كنت انت برع انت العشمتين اه لا وكمان قدام العالم كله انت السقر والقصة انت بص يا احمد لو بصيت النفسيا قبل المباراة الفرقتين مختلفين تماما كل الكلام في العالم لو لاحظته صحف العالمية ثقة في ليفربول لعابة ليفربول رحين نكسب رحين هناخد البطولة ده صعب انت بتلاعب ريال مدريد بمتلاعبش فرقة عادية في العالم السيد المتوج لاوروبا صحيح على مدار منذ بداية الكرة في اوروبا هو ريال مدريد 14 بطولة انا ضعف اكتر فرقة تاني بعدي الميلا سبع بطولات يعني ميلا سبع بطولات ريال مدريد انت برحب 14 بطولة فانت بتتكلم مع الفريق قوي جدا انا تصرحات صلاح مش معاه تماما فيها وضع لودة على نفسه حط لودة على الفرقة بتاعته كلها تصرحات سائرية مفيش حاجة في الكرة اسمها سقر ولكن ده في نفس الوقت ما يديش مبرر خالص للهجمة الغريبة اللي انا شايفها من البعض يعني انا يعني مش عارف اوصفهم بيه يعني انك تهاجم محمد صلاح في نسل الاسف شمتانك او تشمت او الحاجة دي نغمة غريبة جدا السوشيال ميديا والحاجات اللي شايفها يعني انا اسف انت مين حمد صاحن توصق وصل لحاجة خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها حمد صاحن برح من افضل لعيب المباراة وخلينا برضو نتفق ان السوشيال ميديا عمرها مكانت مقياس اه طبعا طبعا لان احنا قفتنا النسيان بننسى حتى وان كان نسيان لحظي ان لها ازاي ابننا ما عملش اللي هو لا هو عمل اللي عليه وزي ما انت قلت وجوده في الملعب كان وجود رجولي لحد اخر لحظة كان بيعافر علشان يحقق الفوز وبالارقام زي ما قلنا يعني بنكلم في 23 تزديدة بنكلم في 72 هجمة وهو وسادي وما ايه كانوا ابطال حقيقين في الملعب لازم نشيد بيه اللي عمله ونقف جنبه وندعبه في اللي جاي عشان اللي جاي افضل وافضل ليه وللمصرية بالزبط بس انا زي ما بقول انا لازم تصرحاته حمد صاح وصل لمرحلة كبيرة اوه في العالم تصرحات تحتاج في بعض الاوقات للاتزان شوية تصرحات متزنة حتى كل لعيبة ليفربول الكبار رفق يعني ما فيش حد قال التصرحات دي انت حطيت انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده صحيح انت حطيت نفسك في لو دي العالم كله دلوقتي يبقى معك انت وحتى هو الصحف بعض يتكلم من بارح ان بعد الخسارة دي هتلاقي اكيد الصحف اللي طالع نهاردة دي ما تبعناش حاجة في اوروبا كده بيتكلم عن صلاح صحيح ويحمله صلاح كذا وفين السقر وفين كذا واحنا هنكسب وهنردها خسارة كيف 2018 واحنا من وجودنا هنا بندعم صلاح كده كده بل الدعم لمحمد صلاح وفين فضاء وفين فضاء وفين فضاء ورغم انف الجميع محمد صلاح نجمع عالمي وممثل للمصريين في الدوري الإنجليزي وقلوبنا كلنا مع صلاح الاستاذ اهاب الجنيدي الناقض الرياضي بنشكر حيك فاندي مع وجودك معنا في صلاح ماشكوريك وكنت سعيد بوجودي معكم النهاردة كل شكر لحضرتك